الفصل الثالث، الأمراض المعدية وكيفية مكافحتها وسبل الوقاية منها تعد الكائنات الحية الدقيقة من بكتريا وفيروسات وتفايليات وفطريات وتعيش هذه الكائنات في كل مكان في البيئة المحيطة بنا ويحمل جسم الإنسان هذه الكائنات على الجلد وفي جهاز التنفسي العلوي والجهاز الهضمي وتسمى الكائنات في الظروف العادية باسم الساكن الطبيعي نورمال فلورا بمعنى أن هذه الميكروبات أو البكتريا أو الفيروسات هي موجودة طبيعيا على جسم الإنسان في هذه الأماكن الجلد، جهاز التنفسي العلوي، جهاز الهضمي تعرف باسم نورمال فلورا أو الساكن الطبيعي بالإضافة إلى ذلك تعيش هذه الكائنات الدقيقة في أجسام الحيوانات والنباتات والطربة والهواء والماء كما يمكنها أن تلوث الأجهزة والأدوات والأساس العدوات هي انتقال مسببات الأمراض من الفيروسات، البكتريا، التفايليات، الفطريات من الشخص المريض أو حامل المرض إلى الشخص السليم هنا تسمى عدوة أن يعضي الشخص المريض الشخص السليم يعضيه بفيروسات أو ببكتريا أو طفايليات أو فطريات من الذي يستقبل هذه العدوة؟ الشخص الذي لديه القابلية للعدوة سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر مما يؤدي إلى حدوث العدوة لذا فالعدوة هي انتقال المسببات من الشخص المريض إلى حامل أو من حامل المرض إلى الشخص السليم عملية العدوة حتى تتم العدوة وإصابة الجسم السليم بالمرض المعدي لابد من توفر ستة عوامل نسميها وتعرف باسم حلقات أو سلسلة العدوة والتي يشترط توفرها جميعا حتى تستكمل السلسلة وتتم العدوة ما هي الستة حلقات أو ما هي سلسلة العدوة؟ أولاً، وجود مسبب نوعي معضي للمرض Infective causative agent ثانياً، وجود مستودع Reservoir ثالثاً، وجود مخرج للمسبب النوعي للعدوة من المنظر Exit or Escape رابعاً، يجب أن يتوفر مصدر للعدوة Source خامساً، وجود مدخل للمسبب النوعي للعدوة في جسم الإنسان العائل أو المضيف Intel Off Entry سادساً، وجود وسيلة لنقل المسبب النوعي للعدوة من المصدر إلى العائل المضيف Mood of Theron's Mission اللي هي ما تعرف به طريقة الانتقال الشكل الذي أمامي يوضح سلسلة العدوة لابد أن ترتبط سلسلة العدوة ببعضها حتى يتم حدوث المرض أو العدوة ويوضح الشكل العامل المعدي، الخزان، بوابة الخروج، طريقة الانتقال، منفذ الدخول، المضيف، العرضة للإصابة فالعامل كما ذكرنا مثل الفيروسات والبكترية أما الخزان مثل الماء، الغذاء، التربة، البشر، الحيوانات هناك بوابتين، بوابة للخروج، وبوابة للدخول أو منفذ للدخول منفذ الدخول مثل الفم والأنف، كيف يدخل الميكروب إلى جسم الإنسان؟ عن طريق الفم، عن طريق الأنف، الجروح، الجلد، العينين، وهي متسمة بفتحات للدخول فتحات الجسم، فتحة الفم، فتحة الأنف، وهجزة، أو عن طريق الجلد أما بوابة الخروج، فهي مثل البراز، سوائل الجسم، الدم، السعال، العطس هذه هي الطرق التي يخرج بها الميكروب من جسم المريض أو من جسم الإنسان الذي يعاني من وجود هذا الميكروب لديه بجسمه هناك طريقة للانتقال مثل القطيرات، انتقال ملوسات الفضلات البشرية عن طريق الفم عبر النواقل أو الحشرات هذه هي طرق الانتقال ترجمة نانسي قنقر